منذ عدة أيام يسجل الإقليم ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات وترجع السلطات الحكومية عدم التزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية من لبس الكمامات والكفوف داخل الأسواق والمحال التجارية بعد تسجيل مئات الإصابات يومياً بفيروس كورونا تتصاعد الدعوات من قبل وزارة صحة الإقليم لإعادة فرض حظر التجوال ولو لمدة زمنية محدودة مع أخذ النظر بضرورات الحياة المعيشية للمواطنين مع شديد الأسف لوحظ في الفترة الأخيرة تسجيل الإقليم طفرات كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا وأسباب ذلك يعود إلى رفع الإجراءات التي كانت مفروضة سابقاً وعدم الالتزام بلبس الكمامات والكفوف في الأسواق والأماكن العامة نؤكد اليوم ضرورة إعادة فرض حظر التجوال الشامل للسيطرة على انتشار وباء كورونا في الإقليم كورونا تتقدم مقابل التراخي في تطبيق التعليمات الصحية ومع إطلاق تحذيرات بوصول الوباء إلى كل حي وزقاق اتخذت خلية الأزمة جراءات نقائية واحترازية بمنع التنقل بين المحافظات وإعلاق المساجد ودور العبادة ومراكز الألعاب الرياضية والحدائق والمتنزهات السياحية الآن الوضع ليس جيدا ووضع سيء ونحن صراحة لدينا مخاوف لأن تنتقل إلى أسوأ من هذه الحالة لذلك وصينا بتجديد وتجديد الإجراءات في عموم إقليم كردستان وعلى مدى أشهر طوال لا زال الحديث عن كورونا ساريا المفعول لتتصاعد مؤشرات الإصابة إلى ما كانت عليه سابقا لتصل إلى أكثر من أربعة آلاف إصابة مؤكدة وسط تحذيرات بانهيار الوضع الصحي في عموم مدن إقليم كردستان لقناة الفلوجة بشير الحسن أربيل